انت السبب في تعطيل الشغل الساعتين اللي بتنامهم والساعة اللي بيجيها متأخر واخناقتك مع مديرك وتحرشك بزملتك دول اللي خربين الشركة ومعطلين عجلة الانتاج انما الشركة نفسها طبعاً لا بتغلط ولا بتعطل الشغل ولا بتاخد قرارات غلط وموفرة لك كل حاجة عشان تنجز انما انت جبل ربنا يا اخدك يا اخي انت مش وحش قوي زي ما بيصوروا لك ده استنى كده انت وحش قوي زي ما بيصوروا لك بس انت مش وحش لوحدك سياسة الشركة وقراراتها لهم دور كبير قوي في اللي انت فيه وممكن يفشلك احياناً لو انت نجح ده لو بقى يعني من اكبر المشاكل اللي سياسة الشغل في شركات مصر بتخلقها وبتعطل بها دولا بالعمل وسريره هو الروتين الخمس تلاف امضة وختم اللي لازم تاخدهم على اي طلب تقدمه يخص الشغل من اول طلب تغيير كرسي مكتبك اللي انت قدمته من سنتين بعدما المصمر اللي فيه بقى جزء من بواسيرك من كتر عادتك عليه وجهز الكمبيوتر اللي بقى له 40 سنة واللي هو اساساً كان تلفزيون قديم في بيت العضو المنتدب وايفوه وحطوه على مكتبك لحد الطلبات اللي تخص العملة وعقدهم مع الشركة لازم كل طلب يطلع سلم التسلشل الوظيفي من ايد مديرك للاب الاتشقار مروراً بعب السكرتيرا وبعدين يقف لحد ما سيادة رئيس مجلس الادارة يرجع من ستوك هولم عشان كان بيطاهر حفيد وهناك والمطلوب منك انك تستنى لما يرجع عشان يأشر بالموافقة المشكلة ان الروتين ده مش بس هيعطل شغلك انما كمان ممكن يوديك انت شخصياً في دهية زي ما حصل مع احمد افندي ماندوب شركة الادوية سنة 1951 ادر احمد افندي ماندوب شركة الادوية والعقاقير العمومية انه يعمل اكبر صفقة في تاريخ الشركة لما نجح بعد مجهود مضني انه يقنع المستشفى الميري انها تاخد طلبية ادوية ضخمة من الشركة وادارة المستشفى الميري كان لها طلب بسيط وهو ان الشركة توفر للمستشفى هدية عبارة عن 200 طربوش احمر بزر لاطباء المستشفى والممرضين احمد افندي قدم الطلب للشركة وفضل يتنقل به من مكتب لمكتب ومن ادارة لادارة ومن انضى الخدم وفي النهاية الطلب اللي تم تقديمه سنة 51 تم الموافقة عليه سنة 54 واحمد افندي خد الهدية في عربيته الكادلك وطلع بيها على المستشفى بس المشكلة ان سنة 54 كانت خلاص الصورة قامت والطربيش تلغت عشان كده احمد افندي في طريقه للمستشفى واقفوا كمين ولما شافوا مع الكمية دي من الطربيش ابضوا عليه بتهمة قلب نظام الحكم ومحاولة احياء العهد الباقت وتم اعتقاله وانكرت الشركة اي علاقة بيه وتم ايداعه سجن الالعة وما حدش عارف اذا كان حي ولا ميت ايه المشكلة التانية اللي بتعملها الشركات لما بتقرر تدخل عصر التكنولوجيا في الشغل وتعمل سيستم وموقع للشركة وقاعدة للمعلومات يعني الحقيقة انا طبعا مش ضد التكنولوجيا بس احنا عندنا في مصر فيه مشكلتين صغيرين قوي يعني لا يوذكروا اولا اننا ما عندناش في مصر انترنت ثانيا غالبا الاي تي اللي بيجيبوه بيبقى اكبر خبرة عنده انه كان فاتح سايبر فالنتيجة بتطلع انه بيعمل لك موقع ما يخرش المياه ولا حد يقدر يخترقه ولا حتى حد يدخل عليه اساسا حتى موظفين الشركة نفسه انت بتلضل طول عمرك بتحاول تدخل عليه وكل حلمك انك تشوف لوجو الشركة اللي على الصفحة الرئيسية بس ولو في حاجة مهمة وعاجلة ولازم تخلصها بعيد عن ام السيستم تروح لمديرك وتقول له يعني يا ريس انا كنت عاوز اكلمك عن العميل الفلاني تمام يا احمد افندي ابعتلي اسمه على السيستم طب ما اقول لك اسمه دلوقتي عادي يعني هو انت هتكشف على سوابه دي سياسة الشركة احمد افندي كله على السيستم طب بص يا ريس انا ممكن اجيب لك العميل نفسه وابيته عندك في البيت اسهل لان على ما السيستم يفتح مش هيكون غير الشركة بتاعتنا بس احتمال يكون غير اسمه اساسا نيجي بقى للاجتماعات الاجتماعات دي اكبر وسيلة لتضيع الوقت في الشركات المصرية بيعودوا يهروا سبع ساعات كل اسبوع في نفس الكلام ويبصوا لك يا مسكين في الساعتين اللي بتنامهم على مكتبك تريح فيهم جتتك والحقيقة ان موضوع الاجتماعات ده غية عند الشركات ما تعرفش ليه ومستحيل يستغنوا عنها لدرجة ان من ثلاث سنين رئيس الشركة القابضة للزاتون المخلي واللي كان اجتماعه الاسبوعي بيبدأ الخميش وبنتهي الاثنين لما لقى الشركة بتخسر نتيجة الوقت الطويل اللي بضيعوه في الاجتماعات رفض انه يلغي الاجتماع وقرر يعين موظفين جداد عشان يشتغلوا موظف اللي كان قاعد في الاجتماع عمال يهز في راسه عشان يثبت المفاهم اللي بيتقال لحد ما جاله ارتجاك في المخ ولا الموظف اللي لزق في الكرسي من طول الاعداء ولا الموظف اللي كان قاعد في اجتماع فيه رئيس مجلس الادارة بيسأل الموظفين عن شغلهم واللي يحققوه ومن كتر خوفه انه يتسأل بلع لسانه عشان لو سأله يثبت له انه ما بيتكلمش من اكبر المشاكل اللي الشركة بتلبسك فيها هي انها تقرر فجأة ولسبب محدش يعرفه ولا حتى اللي خدت قرار نفسه انها تغير في السياسة الشغل طبعا القرارات المصيرية دي ما بتتقلش في اجتماعات لا سمح الله الاجتماعات للهارية بس فعادي جدا انك تلاقي ايميل نازل عليك من السنة بيقولك ان كل النظام اللي كنت ماشي عليه مع العملة اتغير والعروض اتغيرت والجدولة زمن اتغير والاسعار اتغيرت واحنا عياله ملناش كلمة والبس انت بقى مع العملة بتوعك وطبعا لو حاولت بس تسأل ليه هتكون الاجابة دي السياسة الشغل يا احمد افندي انت هتكفر ولا ايه الناس اللي فوق شايفين احسن منك وعارفين المصلحة فين وتضطر ساعتها تمسك تليفونك وفي ايدك ورقة منديل وتكلم العملة بتوعك مسائل خير يا فندم معاك احمد افندي من الشركة العالمية للكرافس بس انا عاوز ابلغ حضرتك ان العقد اللي بقى لي 3 شهور بقنع حضرتك بيه ايوه اللي بست جزمت حضرتك لحد ما حضرك وافقت عليه ده ايوه اللي سبت حضرتك تغتصبني وتصورني عشان توافع ايوه هو ده الشركة غيرت كل البنود اللي فيه ايه ده امي امي زنباها ايه ها فندم بس طب ميتيني ايه علاقتهم بالموضوع وتتقفل السكة فوشك اللي هتمسحه بالمنديل اللي في ايدك بعد ما يكون تف عليه قبل ما يقفله وتروح تبلغ الادارة باللي حصل فيقرروا يخسمولك لانك ضيعت عميل مهم بسوء تصرفك مش عشان قرارات الشركة لا سمح الله احنا اتفقنا ان الشركة ما بتغلطش الشركة مش موظفين بس هم اللي عليهم كل المسئولية وهم اللي يشير كل الاخطاء ادارة الشركة كمان عليها مسئولية كبيرة والسياساتها وقراراتها العليا ممكن جدا تعطل الشغل والموظفين غالبا هم اللي بيدفعوا التمن وهم اللي بيبقوا فوش المدفع لو سياسات شركتك اثرت على شغلك وعطلته قبل كده ياريت تحكي لنا ولو ما حكيتش فعلم ان السيستم واقع تعامتم صباحا